احنا نتكلم عن المشروعات الخضراء احنا عندنا اكتر من 6000 مشروع اخضر ده حصاب مسابقة المشروعات الخضراء الذكية خلال اقل من شهر ما بين مشاريع كبرى ومتوسطة ومبادرات شبابية ومبادرات الجماعيات الاهلية ايضا وده الحقيقة بيعكس قد ايه في تحرك لمواجهة اثار التغيرات المناخية وقد ايه كمان عندنا مبادرات وجماعيات بتعتبر ده من صميم دورها المجتمع خلالنا نتعرف اكتر عن اهمية المشاريع دي ودور المجتمع المدني كمان من دكتور مجدي علام رئيس الاتحاد النووي للجماعيات الاهلية العاملة في المناخ يا دكتور مجدي صباح الخير عليك فانا صباح الخير اهلا وسهلا يا اهلا بحضرتك في البداية عايزين نشرح يعني ايه مشروع اخضر احنا بنتكلم في 6000 وده رقم كبير جدا فاحنا عايزين نعرف ايه اهم المعايير اللي على اساس هممكن نقول ان ده مشروع اخضر هم يعني خبراء البيئة يعني صنفوا انواع الاقتصاد حسب صدقته للبيئة يعني ففي الاقتصاد الاسويت ده اقتصاد الفحم والبترول وفي اقتصاد البني يعني نص تلوس يعني وفي اقتصاد اصفر ده بيشير للمناطق الصحراوية او التصحر اللي بيدرب الزراعة وفي طبعا انواع الاقتصاد من ضمنها الاقتصاد الابيض انه في هذا النوع من انواع الاقتصاد بيبقى صديق للبيئة اقتصاد الازرق كما والازرق للمياه كل انواع مسطحات الماء سواء مياه بحرية او مياه عزبة بنون عليها اقتصاد ازرق وعلى فكرة هو يعني تلات اربع المساحة على الكرة الارضية من المياه وبالتالي اقتصاد الازرق هو اول اقتصاد والمفروض ان دول العالم تاخده هي المخزون الطبيعي حتى لكل مشروعاتها وفيه على فكرة مجموعات من الشباب تقدمت في المشروعات الصغيرة من حيث تقليد المزرعة غليون الكبيرة اللي تعملت في كفر الشيخ يبقى فيه تقليد لها مزارع سماكية بنسميها يعني اكوابونك اللي تبقى الصوبة الزراعية تطلع انتاج زراعي انواع خضروات وفواكه وعلى غيره وجنبها حوض بياخد المياه بتاعة كل السائل النباتات دي ويدخل على يعني تانك كبير بيتم فيه تربية اسماك فبيطلع من الصوبة الزراعية دي اللي هي مساحتها في المتوسط 600 متر والرئيس سيسي اعلن ان الدولة هتعمل اكتر من 100 الف صوبة من هذا النوع الضخم يعني والصوبة بتاخد التلات انواع بتنتج التلات انواع يعني بتنتج خضروات وبتنتج فواكه وبتنتج اسماك فهي تقريبا بتحقق امن غزائي للفلاح زائد المكسر ما بتاخدش بقى منه مساح يعني بتتكلم على حاجة صغيرة بالنسبة للارض بتاعته فبيبقى على هامش الارض دي بيطلع انتاج اضافي صحيح لزراعة الارض نفسها بمحصوله التقليد ومتحدرش نقطة مية كمان خالص وهو لو عايز محصوله بقى يكمل درة يكمل امح دي متروكة ليه لكن ابناخد منه مساحة صغيرة جدا تنتج له بقى الفواكه وتنتج له الاسماك وتنتج له انواع مختلفة من الانتاج الزراعي وعايز اقول لحدهتك كمان ان فيه شباب كتير في مستوى المحافظات نجحوا ان هم يصمموا يعني حاجات بسيطة جدا من الصوب الهايدروبونيك والاكوابونيك طبعا اللي طالعا تصميمها صعب طيب عشان بس لو فيه حد ان الشباب بيتفرج علينا دلوقتي لا مش صعب تصميمها سهل جدا ودلوقتي الشباب هم اللي بيعملوها وبيصاحب ذلك ما يطلق عليه شبكة الري اللي هي بالنقطة وبالتنقيد شبكة الري بالتنقيد دي لو انا مش عامل الصوبة مغلقة الفدان بتاعي بقدر اوفر فيه نسبة تزيد عن 40% من الاستهلاك كانت بتهضر فالمية دي اللي كانت بتهضر دلوقتي لما بيركب هو شبكة مواسير بسيطة بتنقط المية على جدر النبات نفسه فما فيش بقى ان هو يشغلها 24 ساعة ويسيب المية مهضرة والنبات بياخد احتياجه في نفس الوقت بيكون عالي الانتاجية عالي الانتاجية واعتقد كمان يعني وزارة الزراعة الحقيقة ومشكورة دخلت انواع جديدة من قصب السكر وزراعة بالشتلات وده عمل تقريبا يعني تقدر تقول اقتصاد جديد في السعيد المصري وتقدر تقول انه كمان هذا الاقتصاد وفر كتير على الفلاح السعيدي وزود الانتاج الخاص بوحدة الانتاج من الفدان لقصب السكر طبعا انت عارف قصب السكر بنسبة لاخواتنا في السعيد يعتبر رأس مال في ذاته يعني اللي بيطلع لمصانع السكر الرئاسية اللي موجودة هناك طيب لو هنتكلم عن دخول الجمعات الاهلية في هذا القطاع المهم من وجهة نظر حضرتك شايف ايه اهم المجالات اللي دخلت فيها الجمعات الاهلية الجمعات الاهلية دخلت في كل المجالات لكن مثلا الجمعات الاهلية اللي في المدن معظمها بتقدم خدمات لكن في جمعات التعاونية الزراعية بتعمل خدمة للانتاج الزراعي بتوفر له الأسمدة وبتوفر له الكيمويات المطلوبة وبتوفر له السماد العضوي ومع وزارة الزراع عاملة برنامج لإعادة تدوير المخلفات الزراعية بتستخدم ككمبوست سماد عضوي جيد جدا ونقي وصحي وفي نفس الوقت بتعمل أفران البيو جاز من التخمر بتاع مخلفات الزراعية ومخلفات الحزيرة والست الريفية تلاقيها مشغلة البوتاجاز زي أحسن ست فيها حتة ومحدش عارف ان هو جاي من حفرة صغيرة بمصورة مطلعة غازي للميثين وغير مكلف خالص بتوفر عليها تمن البوتاجاز بقى ما بتشتريش هي يعني الفلاحة المصرية دلوقتي ما بتشتريش النبيب البوتاجاز بتاخد هي المخلفات وتعمل بتشغل البوتاجاز بتاعها بالبيو جاز فيه الحقيقة نمازج أكتر من ممتازة للزراعة الحديثة والزكية وده كلها بتصب فيه الاقتصاد الأخضر وإحنا كمان في الاقتصاد الأخضر حارسين ان احنا نقلل نسب التلوث بكل قوة يعني بحيث ان احنا ما نبقاش ما نديش فرصة لحرق أش الرزة أو حرق مخلفات دلوقتي تن الأش بيجيبوه بمبلغ وقدره يعني بعدي 600 و700 جنيه كنا الاول بنحاول نطفيه علشان ما نبقاش فيه سحابة سود صحيح دلوقتي بقى مادة خام وبقى ليها سعر لمجرد انه الفلاحي المصري بقى عنده المكبس وعنده الدبارة اللي بتربط القاش ده وبيتصدر بقى داخل مصر وخارج مصر الناس كتير بتطلبه سواء في مزارع الخيل أو في المصانع وغيرها يعني فهو دلوقتي المشروعات الاقتصاد الأخضر الحقيقة بتشكل كيان ضخم بينمو في العالم كله ومصر يعني تقدمت الجماعيات الاهلية في اللجنة اللي كانت برئاسة الدكتور محمود محيددين تقدموا بأكتر من 7500 مشروع على مستوى جمهورية مصر العربية تنتمي لتصنيف الاقتصاد الأخضر تمام وهو طبعا الانتاج الزراعي ليس فقط هو المجال الوحيد لكن احنا كمان كنت بس اتكلم مع حضرتك انا ملاحظ في كلام حضرتك انه فيه تركيز اكتر على الريف والمجال الزراعي لا هو طبعا فيه بقى فيه الاهتمامات الأخرى يعني فيه برنامجين كبار البرنامج اللي هو ما يطلق عليه المعدات الصغيرة هذه المعدة الصغيرة ممكن وهو في البيت احنا بندور على حاجة ما تخلهوش يتكلف كتير يعني يقدر هو في البيت يعمل مشروعات صغيرة لكل الزوجات في المنازل ما كان بندهالها بالتأسيط المريح ما كانت خياطة وامطلعين انتاج فساتين وموديلات كأنها جاية من احسن يعني محلات العالم كل وبالتالي ده نموذج نموذج تاني الانتاج انواع المخبوزات بكل اصنافها كل انواع دلوقتي برضو بتعلمه ازاي يعمله تغليف وازاي يعمله تعبئة وازاي تتنقل بشكل مصنع تحس ان هو مصنع اه تحس ان هو مصنع الحقيق واللي نجح جدا في كثير من القرى السجاد اللي هم بيعملوه السجاد الهدى وده والسجاد الهدى والكليم يعني الزوار الاجانب بيجوا مخصوص تشتروا هذا النوع من انواع الكليم في قرى معروفة في مصر مشهورة او بيجي السائح عايز اشتري هذا النوع فمش ليس فقط الزراعة لكن جنبها انتاج حيواني تلاقي الست والراجل جايبين البقرة وجايبين الجموسة عنده اللبن بيتوافر يقدر يطلع منها الجبنة والزبدة يعني بيعملوا خلية متكملة من الاقتصاد المنزلي يقدر يوفروا بيها جزء مالي وجزء احتياجات غذائية وفي نفس الوقت بتخف من الاستيراد يعني احنا كل ما ننتج الالبان والجبنة وكل انواع الغذاء عندنا في مصر كل ما بنخفف فاتورة الاستيراد وبالتالي كمان بنخفف العملة الاجنبية طيب كنت سألت حضرتك من شوية لما كنا بنتكلم عن موضوع السواب وقلت ان فيه مبادرات من الشباب وفيه شباب يقوموا بعمل ده وقلت ان حضرتك ان الموضوع ده هو سهل طيب انا لو فيه شاب باللوتي عايز يدخل فيه مشروع هتقوم بيه الجامعيات الاهلية مشروع ما ضمن المشروعات الخضراء يعمل ايه يروح فين هو طال الوقت معظم الجامعيات الاهلية يعني بتتلقى هذه المشروعات حسب المدينة اللي هو فيها او حتى حسب القرية اللي هو فيها الجزء التاني لو هو ما يعرفش يعني المكان ممكن يتقدم لوزارة البيئة وزارة البيئة عندها قسم خاص بتشجيع الانشطة الاهلية من خلال ادارة الجامعيات الاهلية في وزارة البيئة وزارة البيئة كمان عملت لهم ارشادات للمشروعات الصغيرة اللي قدروا يعملوها وازاي ان هو يخفف نسب التلوث وعندهم طبعا يعني تابعنا كلنا حملة يعني نظافة نهر النيل كانت كلها بمشاركة جامعيات شبابية واهلية وكم طبعا المخلفات اللي طلعوها كم يشير الى انه فيه كانت مشكلة للقاء المخلفات طبعا الجزء ده مرتبط بانه بقى فيه تنسيق بين الجامعيات الاهلية وبين المجتمع المدني وبين الاحياء لان رئيس الحي برضو عنده امكانيات ويقدر يوفر للشباب المكان اللي هما هيعملوا فيه تدوير لانه احنا مش عايزين نحرق المخلفات دي صحيح فعشان يعملها تدوير بنطلع منها منتجات يعني الورق يعمل منه مصنع ورق يدخل مصنع الورق والقماش بياخده وينضفه ويعمله تاني نسيق اللي هو السجاجيد اللي احنا بنشوفها دي وياخد الزجاج يعيده لمصانع الزجاج وياخد كل المعادن ويسلمها للمسابق يعني مسابق شبرة الخيمة دي بكل المواسير والحنافيات والصواميل كل ده محدش واخد باله ان في الاخر ده ريسايكلينج يعني ده بيصب في الاقتصاد الاخضر اللي احنا بنتكلم عليه وهم اخوانا العمال يعني اشتغلوا فيه من غير ما يعرفوا التسمية اللي احنا سمناها لانه هو ما بياخدش حاجة جديدة هو بيعيد تدوير اللي احنا كنا بنقول عليه زبالة هو بيحولها المادة خامة فقال كلبة الزبالة دي دلوقتي احنا بنقول عليها الزبالة كانزن لا يفنى لانه هي مش حاجة وحشة ده الحاجة الوحشة ان احنا نحرقها لكن الحاجة الحلوة ان انت تعيد تدويرها استغلها طبعا يعني انت طن الورق عشان تستجيبه من بره من سبعة تلاف لتمنة تلاف جنيه النهاردة طن الورق اللي بيعاد تدويره بألف وتمينمائة جنيه وبألفين جنيه فانت وفرت للولد وللعامل وللناس اكتر من خمس تلاف جنيه في التكلفة مجرد ان انت بس عملت اعادة تدوير للمواد دي واعتبرتها مادة خام لكن لو بسط لها بقى على انها حاجة وحشة وانها زبالة اقتماتها وانت لا تقسل حد هيولعها صح وانت لا تقسل وتروح المقلب وتتولع وتقود بوز لكن انت دلوقتي حولتها لمادة خام وعفكرة ده الاقتصاد هو ده اقتصاد التدوير اللي في العالم كله طالع يعني اللي هو يقولك ما ترميش حاجة ولا يعني تضيف حاجة للبيئة ولا تاخد حاجة من البيئة معناها ان انت تعيد استخدام نفس المواد اللي انت كنت استخدامتها ولو في اغراض اخر بنعتبر دي مادة خام وعلى فكرة كثير من ولادنا الشباب والفتاة عندهم هزي ال وانا بس انا من المعاجبين جدا بتجربة منشية ناصر يعني تجربة منشية ناصر هي اللي علمت العالم مش علمت مصر واقولها عن ثقة هي اللي علمت العالم يعني ايه تدوير المخلفات يعني يتصنع اللي احنا كنا بنقول عليه حاجة زبالة لا ده دلوقتي بقت مادة خام ومادة خام بتساعد في اقتصاده طبعا احنا نتمنى انه البلاستيك يختفي تماما لكن تدوير البلاستيك بالنسبة لنا حاجة مفيدة يعني ما تولعوش ولا تولع فيه لان لو طلعت تولعت فيه هتطلع غازات فيورين وامراض وإلى خيره لكن يعاد تدويره بيوفر عليه اقتمنه وفي نفس الوقت بتايد تكراره الكيس البلاستيك يرجع كيس بلاستيك ده عظيم جدا دكتور مجدي ده نهج الدولة ماشي عليه خلال الفترة اللي فاتت مسألة اعادة تدوير أو المشروعات الخضراء بشكل عام أهمية ان يكون عندنا هذا الكم من المشروعات الخضراء قبل مؤتمر المناخ هو مؤتمر المناخ يعني مصر الحقيقة أعتقد ستكون الدولة الوحيدة اللي عملت لهذا المؤتمر يعني مكانة غير عادية لأنه حجم الأنشطة اللي بيجري حاليا فيه ترتبات مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ سواء على مستوى مدينة شرم الشيخ أو على مستوى التسهيلات أو على مستوى وسائل النقل الكهربائية وإن مدينة شرم الشيخ ستكون مدينة خضراء تنافس كل المدن الخضراء على مستوى العالم يعني الحقيقة ما تبعته وما رأيته في زياراتي لشرم الشيخ شرم الشيخ تتحول إلى مدينة نموذج للمدينة البيئية وبالتالي هي هتكسب القرية اللي كانت في المكسيك وخدت مسابقة أن هي المدينة الزكية أنا أعتقد شرم الشيخ لو قدمناها للاتحاد العام للمدن هتكسب هي مدينة الخضراء لأنه كل ما فيها اقتصاد أشجار مساحات خضراء على مستوى ضخم جدا جدا السيارات الكهربائية الطاقة الشمسية تغطي معظم المباني جميع الفنادق تقدمت وخدت الأربع نجوم خضراء وخمس نجوم خضراء بقت كأكريديد دوليا إنه فندق صديق للبيئة حتى الشواطئ والنفسه في شرم الشيخ وحتى نبق وجلوم تشكل نموذج للغوص البيئي صديق للبيئة صحيح أنا خلاص كلها كم يوم ونحتفل جميعا بإعلان شرم الشيخ مدينة خضراء في 15 أكتوبر إن شاء الله الحالي بنشكرك شكرا جزيلا سيتم إعلان المدينة في 15 أكتوبر إن شاء الله بنشكر حضرك شكرا جزيلا يا فندق شرفتنا ونورتنا الدكتور مجد علام رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية العاملة في المناخ ألف شكر لكي فان شكرا مشكري